اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حياكم بودكاست المقدم برعاية ليجين باي لينوفو بالشراكة مع بي ال جي طبعا في هذا البودكاست بنناقش عدة مواضيع ودائما بيكون معنا ضيف مميز او حتى ضيفين فحب اعرفكم على حالي انا اسمي عبدالله الغفري او معروف بتوكس وانا اصلا كنت لاعب سابق في فريق اسمه كان ريسكي جيمينج وهلا انتقلت الى التعليق والتحليل ومعاي زميلتي ليدي ليلث وهي كمان ستريمر كيفك ياريم مرحبا عبدالله كيفك thank you all introduction guys my name is lady lilith انا ستريمر على تويتش وعم شارك بالبودكاست حياكم مع لينوفو وهيدي شرف كتير كبير لقليه وكمان مصطدفين ضيف كتير كتير مميز بالنسبة لقلينا وهلأ رح تتعرف عليه طبعا ضيفنا لليوم ضيف مميز جدا وبمسك يعني رول مهم جدا في المنظمة تاعته اللي هي نصر e-sports هو الcommunity وهو الoperations manager في هذا المنظمة الكبير اللي تعتبر من الافضل والاقوى في الميدل ايست معانا هون ريسكي بوي كيفك يا ريسكي بوي؟ أهلا 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 عزيزة عبدالله واختي ليلي ليلة مرحبا فيكم شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا فيك طبعا هنحكي مع ريسكي بوي عن عدة مواضيع هو برضو بلعب لعبة اسمها فورتنايت مظهر تعرفوها لعبة فورتنايت أنا مجتمع عنها أحبنا فورتنايت طبعا هنحكي عن فورتنايت وبالتفاصيل أو بالأدق عن المنظمة الجديدة مع ريسكي بوي لان هو هاي أحد ألعابه المنظمة والي دائما بعمل عليها ستريم ترجمة نانسي قنقر لكي تظن الناس تظن الناس تظن الناس تظن الناس لكنك تظن الناس لديك تظن الناس بشكل جد تظن الناس استطعت المجرد بمحق في فترة تظن الناس تظن الناس تظن الناس من الأبداد و اعطام الناسة على محقا العقاة في ترجمة نانسي قنقر فورتنايت 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 طبعا أحد أكثر الألعاب شعبية في العالم يمكن يعني يمكن أكثر واحدة من فترة طويلة طبعا تقريبا صار لها 6 سنين اللعبة من 2011 وهم بطوروا فيها وبعلنوا عنها يعني هاي اللعبة صراحة يعني طبعا هي من طور البتر رويل من ألعاب البتر رويل ويمكن الأوائل وبتعرف شغلة مهمة ريسكي بوي لما بدوا هاي اللعبة لما كانوا في الديفلوبمنت ستيج كانوا عاملينها لعبة بناء ما كانوا حاطين بمالهم انها تكون لعبة بتر رويل ولكن لما شافوا الاقبال اللي عليها والنجاح الضخم يعني تقريبا 2.4 بليون الربح الريفن يتاعها ب2018 يعني رقم يعني مش منطقي أصلا يعني يعني حتى كانت بطولة الورد كوب بالفورتنايت اللي هي أكبر بطولة صارت فيها برائز فول وكانت 3 مليون دولار على ما أعتقد الأول فقط اللي فاز اللي هو اسمه بوغا يعني من بعد هاي البطولة صاروا الأهالي يدفعوا للناس 20 دولار يعني أنا شفت هاي وموجود فعلا يعني تقرأوا عنها عشان يدرب ابنه عشان يدرب ابنه عشان يشارك في هاي البطولة عشان يربح لو نتخيل هذا بوغا اللي عمر 16 سنة يعني فاز 3 مليون دولار تتخيل توous 3 مليون دولار وانت عمرك 16 سنة انت صرت مليونير وانت يعني فعلا لا تعمل شي يعني جوائز مش طبيعية مش طبيعية I think I think I think I think I think I think I thinkG مع البناب من اول ما جبت يتحكي بتبني وجايتعمر وشو مشكلتك مع البناia jeglydele صراحة بدك رأيي يعني من دون without being biased اللعبة منعات ل يعني أنا لقدت كزم من مرة ولكن بالنسبة لي كميزة لا تركب براسي أني أريد أن أقتل حدا بذات الوقت يعني أنا صرت هلأ لدي بوتايتو ايم بالFPS وكماً بدي يصير عندي شهادة هندسي يعني هون جبت العيد فهذا هو الأقطة ما رأيك بهذا الموضوع انت؟ والله السبب اللي خلاني ألعب فورتنايت إنه أنا طول عمري بلعب باتريال منهم الألعاب الـ PUBG اللي شد انتباهي بفورتنايت سيبك إنه اللعبة كارتونيك أو بتعطيك إيحاء إنه هي لعبة أطفال اللي عجبني فيها إنه اللعبة إنشان تقتل واحد مو بس إنك تقيم عليه وتضربه وخلص القيب بالعكس بيعجبني في اللعبة إنه بدها تكون أد حالك لعيب لازم يكون عندك ميكانيكس رهيبة عشان تقدر تقتل إبالك لأنه من مجرد ما أنت تققيت عليه حط طول فأنت هون كيف بدك تجيب الطريقة اللي أنت توصل له تبني فوقه تعمل إدت بالحيد تفتح شباك تأيي منه مشباك عجبني إنه اللعبة كتير كرياتيف وما فيها سيناريو واحد اللي هو أه هذا وراء الشجرة سأعمل بيك وما تخنيت وما تخنيت وما تخنيت وما أحسن خلصت اللعبة فيها أكثر في هذا بوتايتو عمز إذا أنت كثير جيد في الميكانيكس في البلدنكس رح تضرب ضربة يوميس تتسكر إذا تفتح إيدت تاني تطلع له من فوق وتنزله من تحت إذا هو مو كويس نفسك بالميكانيكس هو رح يضيع الشخص اللي ضدك رح يضيع بالآخر رح أنت تؤتله حتى لو يوميس تنشط على إذا عندك قادلي إيم وبنفس الوقت أنت على أقلتها مهندس عمارة يا جي جي والبليت إذا أخذت معك تحفظت أنك مثلا تبني بسرعة لحتى ما يقتلوك بالنسبة للعبة أول ما بدت بدنا نلعب من سيزن 1 2 3 كانت اللعبة بسيكلي كما تنشط كان فيها بلدس كان فيها كل هالأشياء بس كان تركيز الناس أنه مجرد لعبة بسيك باتل ريال يشط على أحد البناء أو البناء اللي فيها كان مجرد يستخدم أنه حدا عم بضرب عليه بحط والد حاب أطلع مكان ببني أدراج كانت مجرد يستخدموا البلدنج كم طريق الوصول أو يحمو حالا ما كان في الكرياتيفي أنه صاروا زي ما هلأ بيعملوا إشي اسمه تانلينج بيعملوا نفس تانلينج بيعملوا نفس تانل وضلوا ماشين لكي لا يضرب عليهم بياخدوا إشي اسمه هاي جراند بيطلقوا فوق بعض بطريقة اللي هي اسمها ناينتيز كل الأشياء كلها مو موجودة فمن سيزن أنا بدلشت ألعاب آخر سيزن 3 من سيزن 3 لسيزن تقريبا 5 أو 6 لاتغيرت اللعبة بشكل كبير صار الناس بتدور على مين اللي بيعرف يبني مين اللي بيعرف يسوي بلدنج هذا هزا بس صار الناس يدخلوا طور الكرياتيف ويسوي فليكسنج يستعرض مهاراته لما بيدخل على طور الكرياتيف يسوي حركات بلدنج ادت ويسوي فبرايي اللعبة نجحت بهالموضوع انه عن جد مو اي حد بيقدر ينجح في هاللعبة وانا برايي انه اللعبة الاستناجحة وما اظن انها راح تفشل في هاللحظة فيه شغلة مهمة جدا نجاح اللعبة وصل للمشاهير يعني انت عندك اول شي في هاللعبة اكتر من 250 مليون لاعب يعني في رقم خيالي يعني ولكن وصلت لوين وصلت لعين يعني عندك نينجا المعروف لستريمر هو اكبر استريمر موجود لعب في يوم الايام مع دريك اللي هو الرابر الكندي وترافيس سكوت يعني ولاعب اسمه جوجو سميث اللي هو لاعب كرة امريكية وبعدين عندنا مارش ميلو عمل حفلة باللعبة عمل virtual concert باللعبة فتخيلوا ان وصلت للمشاهير وطبعا هذا الستريم لما جمع نينجا وترافيس سكوت ودريك وصل 630 ألف يعني في لحظتها يعني رقم خيالي كبير تخيلهم 630 ألف واحد قاعد بحضر دريك والشباب بلعبوا يعني فرقم خيالي والرقم الخيالي الاكتر من هيك لما صارت اللي هي لما انسحبوا الناس على بلاك هول وسكر وشابتر ون يعني هذا اليفنت هخليك تشرح عنه بعد شوي ولكن هذا اليفنت جمع أرقام يعني توتل لفيورز من فيسبوك وتويتش ويوتيوب وميكسر وصل تقريباً 8 مليون مشاهدات لهذا الحفل فاشرحنا عنه أكتر هذا The End حاشرح لك بس احبت عقب على كلامك موضوع انه اللعبة بلعبها شي 2 مليون لعب القوة تبعت فورتنايت اجت من انه يمكنك تلعب اللابة على كل بلاتفورم بلاتفورم هذا يعني ofereري باياProfisia hayaspbook 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 ellike hay confident قطوة جريئة من شركة إبيك جيمز أنهم يدمجوا البلاتفورم على كترة المشاكل التي يمكن أن تحدث وهم قمت بتحقيقها يعني فهم قمت بتحقيقها فهم قمت بتحقيقها يعني نقوم بتحقيقها بطريقة ليست طبيعية الآن موضوع الثاني أو البلاك هول أو الفقب الأسود الذي حدث أنا برأيي كانت مجرد ميديا ستونت هي مجرد أنه كانوا فورتناي عندها شيء أنا لا يعني وجهة نظري أنه كان بدهم يثبتوا للعيب اللي كانوا بيتشكوا عن اللعبة أو هاد إنه هاي إحنا قفنا يومين اللعبة وشوف شو صار فيك شوف أنت كيف صرت تنتف بشعرك في ناس إجاهم من وراء الموضوع يعني أنت تخيل الأبديد تبع فورتنايت لما بده ينزل سيزن جديد ست سبع ساعة ثالث ساعات مرات انقصرت وبينزل السيزن وقت تدخوله وبتخبطه بتخبط على الكيبورد بتلعب بس أنت اللي هو عندك فترة زمنية 48 ساعة أو إذا مش 36 ساعة ما بعرف بالضبط ديل مدهم بس خلت الناس صارت يطلعوا على الشاشة بالبلاك هول صار يطلع أرقام أدمى الناس مدمنين على هالله صار يأخذوا الأرقام ويعملوا حسابات وإحداثيات وكورنة بفكروا أنها شيفرة يعني أنه فورتنايت عبطنطيم شيفرة فصار يقول لك جماعة الكودين هدول وأسمتم على الرقم مش عارف شوفها أنا متوقع ترستني شباب أن الساعة 12 ستفتح اللعبة تلاقي كل الناس صحيح الساعة 12 ستستنوا وتلاقي عن جد لما واحد مشهور باللعبة بوغا أو مونجرال بيعملوا الحسبة وبحطوا وقت بتلاقي عن جد عدد الفيورز الميديا ستارتفع الناس كلها هم تستنى هلها حي ستارتفع من إبيك جيمز نعم إنه مجنون صراحة و يعني كثير خطير هالشي يعني أنه عملوا هاي الحركة هذا يعني بيأكد لك قديش شركة وافقة من من الفانس تابعونها من المعجبين في اللعبة الناس بيلعبوها يعرفين أنه هم هدول اللويل فانس مستعدين يستنوا يمكن كان أسبوع كمان مستعدين كان مستعدين ميديا ستارتفع صراحة صراحة هذا يبدل على ذكاء ونجاح هذه الشركة الشركة طبعا إبيك جيمز طبعا من أكثر الأشياء الحلوة والمسلية بهاي اللعبة هو الرقصات الدانس موفز طبعا في رقصة مشفورة كتير اسمها الفلوس دانس أنا مش هرقصها يعني عشان تجنبا للفضائح ولكن في الداب في الفلوس دانس هناك الكثير من رأسات ونشوف الأطفال بيمشوا في الشارع برأس وتحسهم كما لم يعني أنهم ترقصيها الرأسا لا بس ، هل تستطيع أن ترقص لها؟ الان يريد أن نعطي نعطينا نعطي رأس أو نعطي دوس هل تمرأت بس الجميع نزل المنسل الناتبال الأخير تغير شيء البلاي ستايل بالشابتر الثاني بوجهة نظري أن كل هذه الأشياء كانت تدريجياً يجب أن يأتي ماب جديد وأن هناك شيء ينشال كامل لا يظل موجود مجرد أن كل سيزن كان ينزل بارت وشيلوا بارت كانت هم يأخذوا نفس المتقولة أرقام ودراسات كيف اللعبة بدها تحدث برأيي تشابتر 2 غيرت اللعبة 180 درجة اللعبة اللي كان يلعب فورتنايت أطاعها لمدة شهر ويرجع يلعب تشابتر 2 ما رح يؤدي نفس ما هو كان يؤدي تشابتر 1 لأنه اللعبة الميكانيك تستبعها تغير اللعبة صارت تعتمد أكتر على استراتيجية والذكاء أخرى من تشابتك والميكانيك في اللعبة اللعبة طرحة أشياء جديدة اللي هي الووتر بلاذا ما تعرفين صار you can swim فيك تسبحي you can fish تقدر تصطادي يعني تخيالي أنت ناس عم تطربة على بعض تطخوا على بعض شو بتصيد يعني ونت قاعد بتصيد لوت yeah you can fish loot يعني متلاقي بس هادة بس هادة ميك سمس يعني أنت you're fishing loot بيجي بيقدر حدا بيجي بيقدر حدا بيجي بيقدرك you're not immune بالضبط انت وحظك اه اوكي صارت لعبة تحظ هي شوفي خلنا نكون صريحين الباتل رويل عبارة عن لعبة تحظ ليش لأنه هي مش عدد ثابت ضد عدد ثابت أنا بنزلها الجيم بنزل على المكان المعين هاي فكرة الباتل رويل انها هي survival game يمكن انتي يكون عندك لوت أحسن مني يكون عندك أسلحة أكتر مني يكون عندك أسلحة أكتر مني يكون عندك HP أكتر مني هادة ادفانتج لك بس هلا أنا ممكن عندي خمسين HP بس انا بتيجي انتي مثلا بديك توسع لي تضربيني بيجي ثابت بارتي عليك او انا احسن منك ممكن اقتلك اللعبة الباتل رويل عبارة عن لعبة فيها skills فيها mechanics بس موضوع اللوت وموضوع HP هذا كله حظ لانه هي لعبة انتي مش ضد خمسة مثلا اللعب تاني زي ما نشوف League of Legends CSGO هم 5 وينبو 6 وينبو 6 وينبو 6 وينبو 6 وينبو 6 مثلا League of Legends انت تنزل تلعب في الماب لحالك هي عبارة عن 1 v 99 انت عم تلعبه 99 واحد فالعبة كثيرة في تسعة وتسعين سيناريو ممكن يصير في مئتين سيناريو ما بتعرف اللعبة في سيزن 1 كانت تعتمد كثير على الميكانيكس وكيف تحس اللعبة صارت اكتر على استراتيجي وكيف تستخدم مواردك بشطارة وكيف تستخدم الهيلج متى يو اتاك متى يو دفنس صارت اللعبة فيها اكتر ذكاء او استراتيجية او تخطيط بلس انه صار ما تلعب اللي هم النورمال جيمز مش البطولات الاونلاين فورتنايت كانت في فترة حسب دراسات بيقولك انه كان عم بيخسروا عدد من لاعبينهم لانه اللعبة صارت مور كومبتيتيف بلس انه صارت اللعبة مجرد انه الناس بيدخلوا عشان يشوق او يورجوا حالهم كيف يلعبوا كيف ستايلهم فصار الموضوع انه كتير ناس انسحبوا من اللعبة بطلوا وبدوا يلعبوا لانه هو عم بشوف انه ما عم بيقدي كفاية انه يقدر يوصل لمرحلة هذول الناس هذول اللعبة فصاروا ينسحبوا تدريجية تقريبا هذول الصغار بالعمر او اللي بيلاعب على البلستيشن او عن نيتن شافوا انه ما في مجال فورتنايت بهذه الحركة سوت انه تعالوا كلكم اللعبوا صار بالبنا مش كثير مهم يعني هو مهم بس مش سي شابتر اوان انا بالنسبة لي بحث شابتر او من اقوى شابترات لدرجة انه صرنا نشوف بالبطولات الاونلاين ناش عمرها ما كانت توصل مركز اوه صار توصل مركز الاول هذا الدليل انه اللعبة تغيرت مية وثمانين درجة الكور تبع لعظة وكله تغير يعني فعلا هذا الشابتر تو كان كتير رائع وزي ثورة بهاي اللعبة طبعا هنشوف كمان شوي ريسكي بوي هو بيلعب وقد خبرته العريقة بهاي اللعبة ان شاء الله يكون لعبه نفس الشيء ولكن قبل ما ندخل على الجيم بلاي هاد هيكون في عنا فقرة نسأله شوي عن نصر اي سبورتس عن رول تاعه الاساسي بهاي المنظمة ونشوف شو الخبرات الممكن نكتسبها من ريسكي بوي طبعا بفقرة الضيف ضيفنا المميز ريسكي بوي اللي هو الوبرائشنز والكوميونيتي منجر في منظمة نصر اي سبورتس احد اعرق المنظمات عنا في الوطن العربي حبيت انا استفسر عن اكمن شغلي صراحة واتوقع كتير ناس بحاولوا يعرفوها كمان اول شي كونك الوبرائشنز منجر والكوميونيتي منجر بنصر اي سبورتس كيف صرت هذا المنصب كيف وصلت له يعني خير بالله الموضوع يعني كان جدا مش غريب بدي احكي بس كان زي صدفة زي كان عندك موضوع كان حلم حياتي اني اصير فكرة لاعب في نصر اي سبورتس بي فورتنايت وايبكس كنت بحاول ان نضم لهم ما صار النصيب اني ادخل لسبب اني كنت لاعب في فريق ثاني قبل هيك اللي هو بي سلاش كنت لاعب عندهم وكنت منجر لفريق فورتنايت لف الوقت بعد سنة سنة ونص احد من صحابي بيتصلي احد من الشباب اللي كانوا موجودين في نصر اللي هو كان يعني لاعب قديم عنا بيقول لي فيه بوزيشن جديد في نصر وهو بوزيشن اداري مش كلاعب هل انت 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 اكيد يعني فكرة اني اكون ضمن عائلة نصر ما كانت مجرد اني انا بدي اكون لاعب كانت مجرد انهم بدي اكون ضمن تجربة اني اكون في الإي سبورتس هذا مجال كتير كبير كتير عم بيتطور فالواحد يعني كان اللي بدي ادخل المجال بس ما بدي ادخل اي منظمة فهذا ميتين مع الاونر انترفيو دوام فعش كيف انترفي شو بطاعة يعني اخذت الشغل بالحظ مش بالحظ هلا اي هلا الموضوع كان بالصدفة قابلت الاونر واتفعنا انه ادخل از ال اوبراشنز بعد ما شرح لي شو بده مني و ايش علي و ايش هاد و وبدأينا شابتر جديد اللي هو بريسكي از فورتنايت ستريمر بلاير از ان اوبراشنز از ان كمينيتي مانجا انا ابدأ اسألك عن الرول هذا بالظبط يعني انت شو بتعمل بالظبط يعني اوبراشنز و كمينيتي شو بتعمل شو اشرح لنا زي ما بقول اخوان النصار و انا بتاع كله اه ما شاء الله ليه الرولي يعني كتير ما بقدر حدد لك ايش واحد رولي في النصار يعتبر كلشي ادور على لاعبين اجداد سفريات السوشال ميديا كلها كل الكنتات نصر انا تحت يدي انا بمسك ها انا بمسك ها انا بصوة تنظيم إفنتات شغلي كمانيجر عبارة عن منيجر للفريق إذا الفريق رايح يلعب بطولة وأنا معاهم بحاول أني أساعدهم أدبر لهم أنه يلعبوا مثلا في أقرب وقت أخذهم على الوتيل المناسب السفرية مثلا أنت الوقت المناسب يسافروا عشان يرتاحوا كثير أشياء بس يعني تقريباً أنا بسوي كل شيء في ناصر الاسبورتس طيب و أنا حبيت أسألك شو الشغلات الصعبة اللي بتوجهوها كأورجيزيشن ناصر الاسبورتس لما تعملوا إفنت كونفنشن أو تورنامنت بتكونوا تشاركوا فيها إلا ما يكون فيه أبستيكولز وسترغلز بيوجه الأورجيزيشن هاية فيك تقلنا كمسترغل انتو بتمرقوا فيها وليه؟ كلامك مية ومية مضبوط لذي لألث نحن عنا بصفة عامة مش كناصر الاسبورت بصفة عامة عنا بالوطن العربي جداً صعوبة في موضوع الاسبورتس لأن موضوع الاسبورتس مو معروف عنا زي في أوروبا وفي أمريكا في أمريكا وفي أوروبا حتى الولد الصغير لما يجي لأهله بيحكي لهم أنا بدي أكمل كلاعب محترف بيوقفوا عنه المدرسة بوقفوا عنه سواء كانت مدرسة أو جامعة بيدعموه بيشوفوا هل بوصل بيعتوه فرصة سنة سنتين بيشوفوا ووصل إذر يعمل شيء أيهو كمل مجاله ما إذر يعمل شيء يتجع بيكمل دراسة عنا هون بالوطن العربي أهم شيء شهادة الجامعة لازم أنت كأنا متأكد أنه أنت تنعم مرة تتجربة أهم شيء أنه تحمل شهادة الجامعة بعدين مو مشكلة خب بيها خبزها للشهادة ووعد بالبيت ما تسوي شيء حطها في البراد أو حطها تحت المخدة ونام مو مشكلة بس أنه أهم شيء ابننا عنده شهادة الجامعة فبالوطن العربي عندنا أول شيء هذا المنتالي تبع الأهل جداً صعب علينا فأنا كمانجر أو أنا كفي نصر إيسبورتس لما أجيب يدي أستقطب لعب أو أجيبه هلأ اللاعب ممكن يكون محترف هون بس أنا أبدو أصل لإحتراف لبرا لأوروبا لأمريكا للعالم العربي سرع للعالم بشكل عام من الصعوبات اللي بتواجهني أنه أهله ما بيدعموها شيء لا الولد عنده مدرسة الولد ما عنده ممنوع يسافر الولد ممنوع على أبسط الأشياء ممكن ممنوع أنه يروح ينام في قتل في دبي لا لازم ينام عندنا بالبيت مثلا في المكان الفلاني ممنوع يطلع هاي من احدى الصعوبات هلا من الصعوبات الثانية قلة الدعم اللي هو موجود هون في الميدال إيست لما أنت كشركة رياضات إلكترونية تروح تسوي أو تروح ترمي شيء كثير صعب أنك تستقطب سبونسور كثير صعب أنك تجيب انفسر أنه يدعم يطور حتى لو أنت كنت فعليا التوب بتواجه صعوبة لأنه العقلية هون أنه ما بيعرفوا أنه الإي سبورت صار مجال زيه زي مجال كرة القدم و كرة السلة صار هيا هي تعتبر مياضة بلش اي بلش تنعرف أكثر هلأ زي ما بنشوف مع موضوع أنه فتحوا سيرفر بفورتنايت بشوف صار بدل اهتمام يزيد صار عن جد فيه تورنومنت صار فيه اهتمام شوية أكتر بموضوع الإي سبورت صار الإي سبورت شوية معروف في الوطن العربي لأنه صار فيه سيرفرات صار عن جد فيه استقطاب لسيرفرات هون سواء بالدولة هاية أو بالدولة أخرى أنه صار فيه تنزل سيرفرات هذا بدل أنه فيه شي يجأي بس الله أعلم إمتى الصعوبات الثانية اللي هي البطولات ما في تسهيلات للتيمز يعني ألا سوري يعني بس أنه لما يجي يلاعب مفرد ما بيلعب تحت اسم منظمة يعني يمكن هو يلاقي تسهيلات أسهل من لما يجي الفريق بدي دخل لعيدة ويلعبوا تورنومنت ليه أولا كيك بسير؟ ليه ما بعرف بس أنا برأيي أنه مفروض في الوطن العربي لما تيجي أورجنيزيشن مرخصة معتبرة سواء لو ترتيبهم العاشر مو ضروري يكون الأول بس أنه مفروض يكون للأورجنيزيشن دائما فيه دفرنت بوث هذا الشيء يعني أنا ما بحكي إنه لا بلس يعني إنه سوونا شيء مخصص بس بالعكس لما الناس تشوف إنه الأورجنيزيشن عم تتعامل بطريقة ثانية أكثر مفروفشنال أنا بعتقد إنه مئة بالمئة الناس اللي هم يلعبوا اللعبة كم شخصين بدهم يصيروا يدخلوا أورجز عشان هم يطوروا نفسهم يصيروا الناس يعملونهم كم شخصين هاي من أكبر الصعوبات إنه الناس هنا ما عم بياخذوا موضوع الإي سبورت أو الأورجنيزيشن عم بياخذوها مجرد إنه أنا تحت اسم هاي المنظمة أو إنه هاي المنظمة بتدفع لي فلوس والسلام عليكم ورحمة الله ما بفكروا إنه يطوروا نفسهم يعني مثلا في أنا لعيبة تيجي تقولوا تعال مثلا أدخل هاي من صعوبتلي جدا من واجهها بقول شو هتقدمولي آه والله إحنا منقدم لك مثلا إنه أنت توصل للعالمية لا ما بدي أنا بدي فلوس لا إذا أنا إذا أنا حبيت فوت على ناصر إي سبورت تحت تفاولة الله نشوف رعد الحالة أوكي يعني هلا خسارتكن إذا ما خوتتوني معكم على ناصر إي سبورت بس ما رح نحكي له الموضوع هلا سؤال الأخير بهيدا الموضوع ريسكي بوي إنه لما يجي لاعب بدوا يفوت على الأورجنيزيشن طبعا ناصر إي سبورت أنتوا عشو بتطلعوا يعني شو بتدوروا عشو بتدوروا باللاعب هيدا شو اللي المواصفات المواصفات ياس الإمكانيات اللي أنتوا بتدوروا عليها حتى هيدا الإنسان يفوت معكم المواصفات يكون حلو طويل عند دوراتي بكويس بيشتغل عند شهادة يا كيف أنت بنصر إي سبورت؟ أحراجات طيب احنا أهم شي عنا غير إنه اللاعب يكون لعب شاطر في اللعبة أو ميكانيكالي شاطر أهم شي أنه بيرجع للشخص نفسه لأخلاقياته نص اللاعب بيكون لعب ونص الثاني أخلاق إذا لاعب عندك بدون أخلاق ما بينفع إذا لاعب أخلاق بدون لعب ما بينفع أو ممكن هذا الجانب يتطور نحن نطلع عليه أهم شيء باستخدام اللاعبين أنه يكون اللاعب عنده قدرة على أنه يطور من نفسه عنده الرغبة أنه فعلاً يريد أن يسعى ويشتغل على حاله على أساس أنه يطور نفسه يعني إيد واحدة ما تزقف نحن موجودين نصفرك نوديك ندخلك إثنات نعملك اللي نستطيع عليه عشان أنت تحسن من نفسك لعبين كانوا يلعبوا سنوات مع بعض مثلاً لهم الليغ وليجنز هؤلاء التيم صار لهم فترة بلعبوا مع بعض حسوا مستواهم مثلاً وما عم يتطور بكل بساطة نحن اللي عملنا عشان نحن نوصل نحن نطلع أنه نحن نكون الأول على الوطن العربي بالعكس نحن نحاول كنصر كنصر إي سبورتس كالورجانيزيشن نحاول نوصل لعبتنا إلى العالمية فإحنا شفنا أنه نحن مثلاً نائسنا بوتكام ونجلب كوتش عشان يدربهم ويحسن من المستوى فإحنا نشتعدين أنه ندور على لاعب فيه الأساسيات لللاعب المحترف ونطورها لكن يكون أهم شيء اللاعب عنده قابلية وعنده الشغف بالضبط الشغف أنه يوصل وهو يريده يعني يشؤ الجبل ويطلع منه فإحنا هذا أهم شيء يدور عليه إحنا برضو أحب أوضح نقطة إحنا التيم الإي سبورتس الوحيد اللي مندور بس على لاعبين عرب في الميدل إيست هنا وجه رؤية الأونر تبع الشركة تبع المنظمة إنه يكون اللاعبين يوصل رقم عالمي أو يوصلنا بالتوب تين نفس ما بقوله أو بالتوب تونتي حسب اللعبة يعني بس يكونوا عرب عشان هيك هو ما قبل هيك دخل أي لاعبين من أوروبا أو غيره هو ضد الفكرة تماماً هو بدور على لاعبين عرب فإذا أنت عربي وعندك الأخلاق وعندك الشغف قدم وفعلك طيب أغطيك ألف عافية ريسكي بوي طبعاً يعني معلومات مهمة وكتير بتفيد أي حد حاب يدخل نصر إي سبورتس أو حاب يوصل المنصب اللي أنت وصلته شغلي كتير حلوة ولكن هلا بدنا نشوف الأحلى بدنا نشوف الجيم بلاي واللعب ريسكي بوي بلعبة فورتنايت إن شاء الله يعني على الأقل جبلنا توب تين الله يستر الله يستر فعلاً زي ما أعرف الله يستر طبعاً هلا ريسكي بوي حيلعب لنا بجيم سولو إن شاء الله يقدر يحقق المركز الأول أو على الأقل توب ثري يعني أنا مش متوقع منك إنك توب تين عندي إحساس إنه هموت أوف سبون الله طبعاً هيلعب على لابتوبس ليجين باي لينوفو طبعاً اللابتوب هذا اسمه واي خمسمية وثلاثين فايف هندرد تيرتي هو لابتوب من أعلى طراز يعتبر جيمينج لابتوب مواصفاته طبعاً آي سيفن ايت سيفن فايف زيرو اتش الرام بوصل لستطاعش الجرافيك كارد تين سيكستي و تين ففتي تي اي الستوريج فيه بوصل لتو تيرابايت الرفرش ريت مية واربعة واربعين هيرتز لابتوب ولا أرواح لايت ويت ممتاز جداً وكمان حيستخدم الاكسيسوريز تاع لينوفو شو رأيك فيه مادور ريب انت شايف كيف السماع ليبقى للهودي تبعيت نصر يعني كأنه جيين سوا السماع اللي هي واي جيمينج سماعة كتير مريحة وهي 7.1 وكمان فيها منفذ انه تحط فيها الايو اكس للاندرويد وبذات الوقت عندنا الماوس الام 200 اللي هي فيها 5 بوتنز الارجي بي والدي بي اي تبعها بيوصل لال 2400 وكتير مريحة للاستعمال كمان بغض النظر سايز الايد طبعا الهون دخل على الجيم بلاي وننشوف وين نازل كريزي ليك اسمها لا ريت الرو بس الاندنج سكفت الاندنج شوي يعني ريم شوي الاندنج شيف الشمسية اللي حمله شو الشمسية هاي من الاسكنز جديدة بشابتر 2 هاي اللي تبعت الوين اول ما تفوز جيم اوكي نزل قابلي على البيت الله يسامحك يا عبد الله اخي انت ربحت جيم اه على طول اول جيم دخلنا فوزنا وبعدين خلاص ما لعبنا فورتنايت على رمزة اوكي يعني فورتنايت بتشجع على الدمار على التكسير الدنيا تكسر المكتب تكسر تكسر الحمام هاي دا يمكن الشي الوحيد اللي انا عرفت اعمله بفورتنايت لما فدت وجربته احمل العصاي وقعد تكسر يمين وشمال يعني هذا اللي بضحك بالموضوع انها ضد البيئة بتحسي اللعبة لا بس اه توكس انا برأيي انه مع كل هاي دي الشغلات اللي انا عم قولة عن الجيم بس اي تنك انه كل واحد هو البلاي ستايل طبعه شو بحب و بشو معود يعني لو ما اختلفت الازواء كمان ما نبعت السلع ما فينا كلاياتنا نحب لعبة وحدة ونكره لعبة وحدة راح يكون في ازواء فاسم الله عليه هو يمبين عليه انه حرق اللعبة بالفعل قال لي انا اول ما قلت اللي جاي على البودكاست انا هتدرب فان شاء الله يعني هون يحقق مركز مشرف لناصر اسبورس لانه عندهم لعبة فورتنايت عندهم هشام و عندهم كود و عندهم لاعب ثالث كلهم لاعبوا محترفين في هذا الفريق و دائما بحققوا نتائج عالية تحية لهشام و لكود مناصر اسبورتس و ان شاء الله بالمستقبل كمان من الصديف كون معنا لانه عندهم لاعب هون شكله في واحد تحته طبعا شوفي هون البناء السريع لازم تكون كتير سريع بهاي اللعبة اوهوه اوه 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 اول ايلمينيشن كمان واحد اف كي هون ممتاز هاي فريبيس طبعا شوفي لما يجيب كلوا اوه اشي بطلعوا زاي ميدال بونس و اكس بي و اشياء هالشياء لانه في البتل باس بتساعدك ياني اوكي برافو اوه و 2 كيلز ممتاز بداي موفقة يعني اشتركوا في القناة بس كليدي ليلث او كريم انا ما كتير يعني اعجبت فيها للعبة مع انه عندي كتير رفق يلعبوها ويحبوا اللعبة بس انا ما ركبت براسخ عندي اخوي الصغير يعني مدمن عليها وهي يعني الموضة هلا بفورتنايت انه الاطفال بلعبوها خيل الصغير انا كان يحرق اللعبة بالساعات يعني انه يرجع من المدرسة قبل ما يغير تيابه يكون فاتح البي سي طبعا يلعب ادخل لي بطلع في انه انت صحي يجب ان اخيك هو صحي مهم جداً بهاي اللعبة هون بحاول يجمع بعد ما بقدر تقريباً عنده full potions وعنده full HP وموروا باللوز يعني بس بعده عم بكسر أنا شايفة لازم يجمع بسموها الموارد يعني عبدالله العي بشكل كبير أنا صراحة لعبتها مرة واحدة بنيت درج وطلعت فوق جبل بعدين وقعت نسيت أبني منازل وقعت وكانت على ستريم اللقطة وكانت تفضيحها وانضحك علي وكانت آخر ليلة إلي يعني يا محلة أنا لما لعبت تعال قليلي أنا يعني ما تعبت وجربت إني ابني خلص زليتني ما شو عم جرب قويس مع لنا جبت أربع كيلز من بدايتهم فور كيلز كانت واو يعني الناس تفاجأوا واو شكلوا لعائب هذا الولد واو سري من فوق جرب جبت العيد هوتو قيت عيد 101 يعني ولآك ما منقدر ننكر إنه هاي اللعبة كتير راجحة وفي بطلات كتير يعني عندك السولو كاش كوبس وعندك اللتريوز والسكواد هذول بطلات بصيروا كل أسبوع والناس بتجمع مبالغ أدي يا ريسكي بوي كم يعني بطلعوا الأول منهم؟ بالنسبة للسولو هي بطولة يعني مجرد مجرد إفنت عادي فيه مبلغ مالي بس المبلغ المالي جدا بسيط لأنه هم ممقررين أنه يعملوا تكون موجود على ألف دولار ألفين دولار هيدا بسيط كيف بسيط بالنسبة لفورتنايت هذا بسيط لأنه عندك بالتريوز كل أسبوع عندك اللي هم FNCS اللي هم بيأهلوك على اللي بيأهلوك أنه تلعب الهيتس والفاينالز بيكون كل أسبوع عليها خمسة تلاف دولار كل أسبوع خمسة تلاف دولار على كم؟ مدتها كم؟ مدت شو بالضبط بلعبوا يوم هي سكوادز مو تريوز خبض الله الموضوع أنه هم بلعبوا يوم جمعة و بعدين بعدين في أكشن هون لأت حدا لأت حدا شف كين ببني ما شاء الله و جابوا جابوا من ظهروا يلا بس في كمان واحد في حدا عم بيأوس عليك لمحوا 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 إي سبورتس كتير بتتعتمد على السماعات انك تسمع من وين الضرب بيجي كيقول الحركة الحركة كمان زمان ما كنا نهم نهاي الشغلات لما كنا نلعب على البلاي ستيشن ما كنا نلحط سماعات و ما كنا نعرف أصلا لازم تشتري سماعات بس هلا معظم الألعاب صارت تعتمد يعني على الصوت بتعرف من وين الصوت بيجيكي خاصة إذا السماعات كانوا كتير 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 قوية مثل السماعات اللي عم يستخدمون هوي يعني أنا بس إلعب كود مستحيل أني يقدر شغل أغاني أو يكون في ضج حوالي بحس أني ملبكة لأنه كتير بيعتمد على أني اسمع أصوات الأنميز وين عم يتحركوا وين يتحركوا جاب كمان كل هون برافو خمس كلات قريدي وباقي بس خمسة عشر واحد بالخريطة وين كمان واحد أو لك رح يلبوها هو قال لي حفوز بس مش عان أنا تحددتهم حفوز شو بيطلع له إذا فاز؟ بيطلع له اللاب توب خلص أفوز هلا عم كتن خير بارتي ادد طلع لي كنت اللاب توب كمان بتدرب بعمر درج بعمر أكثر إشي بلاحظ بهاي اللعبة إنه لازم تكون الرياكشنز تاعتك سريعة لأنه أنت عندك البناء مش فقط هي بناء درج بس يعني أنت بتبني درج بتبني حيطة وصائف وشباك وباب بتحط فخ مليون شغلك إنه ليس فقط مباحة تحتاجات نعم صح 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 في عالى اللعبة صحبية عشان هيك ممكن لأطفال أو لأولاد صغار عمار المعدل 15 هم أحسن ناس فيها لأنه بعد شباب وصغار بيلقتوا بسرعة عن جد أنا أخوي قال لي مجنوم بلعب بيانو بصير كيبورد متل خيل بصير يعزون في بيانو هميلا وآه~~ اعطاه وان شوته. اعطاه ضربه واحدة' بالشوتجن، وايدي الكثير كثير بحرام ضربة واحدة بس اعطاه، اظن外ه يسره you can't be cheap اعطاه طفشين بزدي compile you box يجuiنا بموته بضربه واحده بس عجبني انه اكشن وراء اكشن وراء اكشن اه دغري عم يطلعوا له يعني ما عم بمع واو ما فيه لزوم انه يدور عليهم برافو لهلا سبع كلات يعني شباية كمان انا رحقول انه هو حق هو عارف مع مين عم يلعب لانه عم يطلعوا قدامه صراحة برافو شو يا رسي باري هانه سولو ولا دود بوتس سولو سولو ما في شالو البوتس خلاص يعني احنا جاي لعب فورتنايت المحترف في ناصر اسبورتس لكن هذا بتدللك على مستواهم العالي هذا الفريق طبعا ناصر اسبورتس عندهم فرق سي اس جو عندهم فورتنايت عندهم ليجف لجنز هارتسون ما عندهم هارتسون ما عندهم هارتسون عندهم اهم ثلاث لعيبة في المنظمة اللي هم اللي حققوا ناجحات وصلت للعالمية عندك انجر بيرد و بيك بيرد هم لعيبة ستريت فايتر يعني واحد منهم السادس على العالم والتاني ال 11 على العالم على العالم فتخيلوا مستوياتهم ولكن اللي كمان اعلى واعلى عندك تكن ماستر اللي هو سيد هاشل ماستر رهيب 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 يعني هو لاعب ألعاب ال NRS اللي هي المورتل كومبات والإنجستيس يعتبر التالت على العالم مذكر شو عامل بي سونيك؟ بهدل سونيك فوكس اللي هو أفضل لاعب العالم يعني أنا أول ما شفت سونيك على الشابوتة بعثو أنا أقول مستحيل لا مستحيل لا مستحيل وشلحوا لأول مرة في حياته شلحوا من كتر البرشار اللي تكن ماستر حط فيه فعنا لعبين العالميين مش فقط فقط في الميدل إيست ولكن عالميا وكلهم لعيبة عرب يعني عادل جزائري وأمجد أردني و تكن ماستر بحريني فبرافو عليهم انهم بحاولوا و في هارستون عندك لدي للس لبنانية ممكن إذا فتحوا هاي هارستون عندك جاهزين و ديستيني كمال عندك كله جاهز كلهم جاهزين بتاع كله فإنك تجيب لعيبة عرب وتوصلهم للعالمية هذا نجاح يعني هذا نجاح في المنظمة هاي هيدا اللي نحنا من اعتمد عليه بمجتمع الجيميرز خاصة بالشرق الأوسط إنه يكون عندنا ناس بتآمن باللعيبة ومستعدين إنهم يدعموهم لحظة يكبروا صحيح باقي تمال لعيبة يا ريم تمال لعيبة يعني خلاص هاي من التوب 10 يعني خلاص أنا كنت بحكي إنه إن شاء الله يجيب تمتين بدنا التوب 3 على الأرية بدنا التوب 3 بدنا غير التوب 3 لا تحت التوب 3 بتترك اللابتوب بتفل على البت مظبط هو بده اللابتوب فبدي يشد حيله أوه شاف واحد شاف واحد يظل اثنين قاعدين بتخانوا مع بعضا هيجيهم من وراء سنيكي بيكي سنيكي بيكي لايك بالفلانك سرع الكل سرع الكل سرع الكل سريغ شباب بواب وحيطان وووووو كالورا انا اشتغلت بست سنين كمهندس انا كامل انجنير المفروض يعني ان اكون مهندس كنت انه يكون كويس عبدالله خلينا ما ننسى انك انت عملت درج ووقعت عنه يعني انت ما كفيت الارض والسقف انا مهندس ولكن انا مش نجار هاي لنجارين للعبة لها كلها خشب ولكن فيها حديد يعني ممكن الحداب ينفع فيه انا مهندس انا اوكي بمهندس بس يعني انا مهندس بس مش الفعلا بايدي يعني بهندس ولكن بتعلمك يعني اصلا هاي اللعبة بدايتها كانت بشجعه على البلدنج اكتر من المكون نهبات الريال ولكن النجاح اللي حق هو قال لك عمي بلا بلدنج بلا خلينا على الجانب البلدنج وفعلا انجح من انجح الالعاب بالعالم نعم انا اشتغل جدا اشتغل جدا اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني هل بقدر اخد لابتوب لا شو لا لك الاول طبعا هارد لك لهشام مين هشام عفوا طبعا هشام هو احد العيبة فورتنايت التانين شاوت اوت له كان جيم رائع احصل توب فايف بليجن لابتوب مبروك طبعا هنرجع لكم بعد شوية مع الجيفاوي مين بده الجيفاوي خلينا نشوف مين فاز الجيفاوي مين بده الجيفاوي ستيليش على تعالى سوادي Point 해� für flazo مين没 الجيفاوي الناس أكتر م medal الاشياء المجانية ليجين باي لينوفو وحيختار إذا بدو شريحة بلاي ستيشن، بلاي ستيشن كارد أو ستيم كارد اللي بدو ياه أو آيتونز كارد أي كارد اللي بدو ياه نبعث له ياه فألف مبروك ياه أحمد طبعا بالنسبة لحلقة اليوم عشان تشترك تشترك بالجيبوي كل اللي عليك تسوي انك تدخل على قنواتنا السوشال ميديا اللي هي at plgbuzz وتكتب لنا تعليق تحكي لنا شو رأيك بفورتنايت شابتر 2 هل عجبك فورتنايت شابتر 2 ولا ما عجبك شو اللي عجبك فيه شو اللي بتكرهه هنقرأ التعليق الأفضل ونختاره وتكون الفائز معنا لا تنسى انك تكتب حاشتاغ حياكم فيعطيكم العافية على المتابعة يعطيك ألف عافية ريسكو بوي تواجدك معنا صراحة المعلومات اللي قدمت لنا ياه معلومات جدا مفيدة وقيمة وان شاء الله نشوفك بحلقات جاية وبالتوفيق لناصر اي سبورت في البطلات كلها اللي بشاركوا فيها وشكرا لريم تواجدها معنا ونشوفكم ان شاء الله بحلقة جاية وبلعبة جديدة وضيفة جديد يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة